اخبار المال من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم بداية وقعت الجزائر الاثنين على اتفاقية لاحتضان فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض الجزائر البينية الافريقية السنة المقبلة واعتبر وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائرية طيب زيتوني بان الموعد من شأنه ان يجعل الجزائر وجهة افريقيا اقتصاديا عام الفين وخمسة وعشرين في سياق تجسيد استراتيجية الجزائر الرامية الى تعزيز التكامل الافريقي ودعم التعاون الاقتصادي والبيني الجزائر تحتضن اكبر حدث تجاريا واستثماريا في القارة الصمراء عام الفين وخمسة وعشرين بعد فوز ملفها باستضافة المعرض الافريقي للتجارة البينية مدعومة بالمؤهلات التي تسخر بها من حيث البنية القاعدية والخدمات اللوجستية والخبرة الكبيرة في احتضان ابرز الفعاليات الدولية في السنوات الاخيرة نلتقي اليوم لنوثق الجهود التي بذلتها الجزائر غدا تترشح والفوز باحتضان فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض تجارة البينية الافريقية اياتياف الفين وخمسة وعشرين ما يثبت جاهزية بلادنا وتوفرها على كل الهياكل القاعدية والامكانيات اللوجستية والتنظيمية التي تمكنها من ريادة استضافة هذا الحدث الاقتصادي القاري الهام ومن منطلق التزامها بتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الصمراء سيكون المعرض فرصة لتوطيد الروابط التجارية بين دول القارة ورفع حجم تدفق الاستثمارات المرشح لبلوغ عتبة خمسين مليار دولار إن احتضان بلدنا لهذه الطبعة يأتي في سياق تجسيد استراتيجية السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التكامل الافريقي ودعم التعاون الاقتصادي بين دول قارتنا بالنظر إلى الحماسة التي أبدتها الجزائر أود أن أعرب عن خالص تقديري لها لاستضافة الطبعة الرابعة للمعرض الافريقي للتجارة البينية هناك الكثير من التفاؤل وأنا متأكد أن الطبعة الرابعة ستكون الأكبر والأفضل من الطبعات السابقة فالطبعة المقبلة لن تعزز التعاون التجاري بين الدول الافريقية فحسب بل سترفع أيضا حجم التبادل التجاري بين القارة الافريقية والعالم العربي الجزائر ستكون الوجهة الاقتصادية الأولى للأفارق العام المقبل وستوفر أرضية خصبة للشراكة والتعاون وتبادل الخبرات أمام التطلعات الأفارقة لأن تكون الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفضل من حيث الحضور والأداء وحركية الاستثمارات زيتوني ذكر بحزمة المشاريع ذات البعد القاري التي شرعت الجزائر فيها والتي من شأنها تحويل البلاد إلى بوابة للتبادل التجاري بين افريقيا اوروبا وآسيا ومركز اقتصادي حقيقي في المنطقة تعزيز التبادل أو التبادلات التجارية البينية الافريقية عمدت الجزائر على توسيع شبكة النقل أهمها إنجاز طريقة الوحدة الافريقية الذي يربط الجزائر بلايغوس ويضم أكثر من 700 مليون نسمة على مستوى الدول السبعة التي سترتبط بهذا الطريق وكذا الشروع في إنجاز الطريق الرابط بين الجزائر وموريطانيا عبر تيندوف زويرات ما مكن بلادنا من تبوء المركز الثاني افريقي من حيث شبكة الطرق المنجزة ببلوغ عتبة 128 ألف كيلومتر تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا في ستوديو قناة الجزائر الدولية الأستاذ أمين بوطل برئيس المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير أهلا بك أستاذ إذن الجزائر تحتضن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الافريقية لسنة 2025 ما المأمول من هذه الطبعة؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام والسلام والسوء لله شاكرا لكم على الاستضافة اليوم تم توقيع اتفاقية هذه اتفاقية ليست اتفاقية عادية إنما هي اتفاقية ترمز لها رمزية كبيرة جدا والرمزية التي حبت مدها الدولة الجزائرية وتعطيها الطابع الحكومي أنه رعاها السيد الوزير الأول بحضوره ومشاركته لهذا التوقيع أولا 75 دولة أكثر من 75 دولة تشارك دائما في الطبعة الثلاثة السابقة أيضا أكثر من 2700 عارض من مختلف الدول تكون مشاركة أيضا أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم تكون مشاركة يعني لو نحسبوها بالقيمة الحقيقية تكون لها قيمة عميقة داخل المجتمع الجزائري وداخل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية أنك بهذا المعرض يمكن أن تبعث روح جديد لتنفسية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية أيضا أنك تبعث على عمل كبير داخل المؤسسات وتكون مردودية أكبر لأنه يحتك بأسواق أخرى ويتعرف على أسواق أخرى وهذا المعرض الخصي يتعون أنه ليس معرض عادي اليوم المعرض هذا تتبنى الاتحاد الإفريقي ويتبنى أيضا البنك الإفريقي للتصدير الاستراد الذي هو ينظمه وأيضا تتبنى الأمانة العامة لمنطقة تبادل الحر التجارية اليوم لما نقول هذه ثلاث الهيئات تتبنى معرض التجارة الإفريقية البيني فهو معناته إعطاء حيز كبير جدا واهتمام كبير جدا من قبل الحكومات والدول الإفريقية وغير الإفريقية يعني المهتمة بالاستثمار في إفريقيا يعرف قلت العديد من النشاطات عندنا في شهر أكتوبر مثلا كانيكس وهي المعروفة بالمعرض الثقافي الذي يضم كل ما تعلق بالسينما كل ما تعلق بالثقافات الشعوب كل ما تعلق بالسياحة كل ما تعلق بالطبخ والدياسبورا يعني كل ما تعلق بالجالية التي عنها في الخارج ما يمكن أن تفيد إفريقيا وما يمكن أن تستفيد من الدول الإفريقية في التجارة البينية نعم وكيف فاز ملف الجزائر بتنظيم هذا المعرض؟ أولا الجزائر ترشحت لأول مرة في هذا المعرض خاصة أنه في سنة 2022 في شهر جويليا هل كانت هناك منافسة أخرى من غير الجزائر؟ في شهر جويليا كانت هناك انخلاط الجزائر رسميا إلى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وبدأ الاهتمام بجذب هذا المعرض إلى الجزائر فكان اهتمام كبير جدا من طرف السلطات العلية في البلاد أنه يكون المعرض لماذا؟ لأنه الآن أصبحت الوجهة هي إفريقيا أصبحت الاهتمام تع المؤسسات كلها هو التوجه إلى الأسواق الإفريقية بحيث أنه لابد أن يكون المعرض في الجزائر كانت منافسة كبيرة من قبل دول كبيرة في إفريقيا ولكن الجزائر حازت على المرتبة الأولى من طرف كل أعضاء اللجنة واللجنة متكونة من البنك الإفريقي للتنمية البنك العربي للإستثمار في إفريقيا الاتحاد الإفريقي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وأيضا أمان العامة لمنطقة التبادل الحر وأيضا الهيئات التابعة للبنك وتابعة الاتحاد الإفريقي فازت بجدارة لأنها فيه كثير من المعايير معايير في الفندقة، معايير في النقل، معايير في مساحة المعرض نحن عندنا معرض صافيكس قصر المعارض اللي هو إرث تاريخي وبحيث أنه لما نحكو على معرض الجزائر فقط طبعة 37 إلى طبعة 38 معناته عندنا ديمومة في المعارض وعندنا في صناعة المعارض معرفة والمعرفة هي أهم شيء بالنسبة للبنك لأنه يهم أنه تكون الجهة الراعية أو الجهة المستضيفة فهم ما معنى صناعة المعارض وما معنى تجارة البينية داخل العمق الإفريقي خاصة أنه الجزائر من بين أول الدول التي كانت وقعت على منطقة تبادل الحر نعم وفي نفس الوقت رئيس المجلس الاجتشاري للمعرض تفائل بنجاح هذه الطبعة تفائل بنجاحها من حيث التنظيم ومن حيث المشاركة والفعالية ما هي المؤشرات التي دفعت رئيس المجلس للتفائل؟ السيد رئيس سيد بسانجو كان ثاني زيارة تعالي الجزائر زارها هو رئيس وزارها اليوم هو رئيس مجلس التشاري للمعرض التجارة البينية التفائل تعوي يرمز إلى شيئين فيه يعني وكنا البالح على مائدة العشاء تحادثنا معه قال أنه الجزائر بلد يمكن أن ننجح فيها لأنه قريبة من أوروبا أول شيء وثاني شيء وهو أهم شيء عندها البعد العربي والأفارقة كلهم يبحثون على البعد العربي وهو مهم جدا واليوم شفنا أنه فيه دول عربية أصبح لها اهتمام أيضا بإفريقيا وأيضا اهتمام باستثمار في إفريقيا فالإفريقي يريد أن يغازل الدول العربية عن طريق الجزائر أو يتقرب إلى الدول العربية عن طريق الجزائر المعرض هذا لا يعرف حضور ومشاركة من طرف الدول العربية فقط بل يعرف كوريا مثلا كوريا الجنوبية أيضا الصين أيضا ماليزيا أيضا سنغافورة أيضا روسيا تركيا كل الدول الأوروبية التي تعرف اهتمام كبير جدا أمريكا كندا كل أغلب دول في جنوب أمريكا تكون مشاركة والمهم في هذا المعرض أنه يحضر أغلب المدراء هيئات ترويج الاستثمار في دولهم يعني هيئة ترويج الاستثمار في الجزائر اللي هي الوكالة الجزائرية لترقية التجارة والاستثمار تكون حاضرة يكون عندهم دورة كوينية ويكون عندهم أيضا فضاء لتعريف بفرص الاستثمار هذا مهم جدا وفي المعرض يكون حاضر أيضا لباير دفون يكونوا حاضرين من مويلين دوليين من بنوك من هيئات من مستثمرين يكونوا حاضرين كبار رجال أعمال ربما الذي كبار رجال أعمال في أفريقيا وكبار رجال أعمال أيضا في العالم الذي البنك يستهدفهم ويستدعيهم لتوقيع اتفاقيات بأرقام كبيرة جدا يهتم بالطاقة يهتم أيضا بالزراعة كل ما تعلق بالزراعة يهتم أيضا بالصحة والبنك أيضا يستهدف الجزائر للاستثمار المباشر ويريد أن يستثمر في ميناء الجزائر غرب وهو ميناء شرشان وأيضا يريد أيضا أن يكون مساهم في الاستثمارات الكبرى لدولة الجزائرية مثل السكة الحديدية أو غارج بيلاد أو غيرها وعندهم اهتمامات كبيرة جدا في المشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص أو القطاع العام هذا رصد البنك مبلغ 1 مليار دولار للاستثمار مع الجزائر لأن الجزائر بالنسبة للبنك هي في المربع الأخضر في السلام المالية ويمكن أن يستثمر فيها بدون خوف على الاستثمارات نعم رئيس المجلس الاجتشاري لهذا المعرض أيضا أكد أن هذه الطبعة سترفع من حجم التبادل التجاري بين القارة الإفريقية والعالم العربي بصفتكم كرئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير يعني ما هو واقع التبادل بين القارة الإفريقية والعالم العربي والله اليوم التبادل بين القارة الإفريقية والوطن العربي هو ضعيف جدا ضعيف مقارسة بالأرقام الحقيقية التي بين مثلا العالم العربي وأسيا مثلا العالم العربي وأوروبا فيختلف تماما وبين إفريقيا وأسيا فاليوم قلت أن الأفارقة يستهدفون بالضرورة العالم العربي في استثماراته في دخوله إلى العمق الإفريقي بالاستثمار المباشر ويبحثون عن الاستثمارات الجزائرية والاستثمارات الليبية وأيضا الاستثمارات المصرية وحتى في الشرق الأوسط يعني يبحثون عن استثمارات كبرى مثل قطر أو المملكة العربية السعودية أو غيرها لماذا؟ لأنهم يملكون مواد خام ولا يملكون تكنولوجيا يملكون مواد خام ولا يملكون سيولة مالية أو قيمة مالية للتمويل هذه المشاريع أيضا لديهم اهتمام بالجزائر لأن الجزائر لها بعد استراتيجي خاصة أن الجزائر ساهمت بـ 1 مليار دولار للتنمية في إفريقيا خاصة البلدان التي تحتاج للهياك الأساسية مثل المدارس ومستشفيات وغيرها فهذا يمد دعم قوي جدا للاتحاد الإفريقي وأيضا للبنك الإفريقي للتصدير والاسترات يعني هذا نحو تحرير التجارة البينية والتحول الهيكلي اليوم تحرير التجارة البينية الجزائر قلت هي تاسع دولة التي كانت انخرطت رسميا بين تسع دول في منظومة الاقتصادية التاحة أنه كل التشفيرة الجمهورية وضعت يعني تقدر من اليوم نصدره إلى إفريقيا بدون رسوم إلى بعض الدول الإفريقية يعني نحن هنا تسع دول اليوم لكن أعتقد أنه بما أننا أهلنا إلى هذه المرتبة وكنا سريعين في دخولنا إلى منطقة التبادل الحر فاليوم لابد علينا أن نسق المؤسسات بالمعرفة المعرفة الاقتصادية المعرفة الاقتصادية يقدر يديها من خلال معرض التجارة البينية الذي يكون نهاية شهر نهاية 2025 وقبل هذا المعرض ستعرف العديد من التظاهرات الاقتصادية خلال 2025 قلت كانيكس اللي هي ثقافية وأيضا يكون فيه لقاءين طرويجيين آخرين خلال 2025 واحد في بداية السنة ممكن في شهر مارس أو في شهر أفريل والثاني يكون في شهر أوت أو شهر سبتمبر 2025 نعم وهل تؤثر تكتلات الإقليمية الاقتصادية على نجاعة مناطق التبادل الحرة في إفريقيا مثل الإكواس وغيرها من التكتلات نعم إفريقيا اليوم كلها تتكتل وتجتمع لبناء اقتصادات موحدة اليوم نرى أنه مثلا في شرق إفريقيا عندهم التعامل اليوم المالي سلس بدون ما يمروا على الدولار يمروا مباشرة بين البنوك المركزية بالعملة المحلية بحيث أنه يفيد الدولة تعو وأيضا يفيد الاقتصاد العام للدولتين ويضيف إضافة قوية في التنمية لماذا؟ لأنه اليوم إذا أصبحنا دائما نمشي بعقد الوساطة سنعرف إشكالية كبيرة جدا أيضا البنك والمعرض يريد أيضا دعم المواد الخام المواد التي تعتبر أولية في إفريقيا مثل الكاكاو والقهوة وغيرها الأكاجو يعني الفواكه الجفة والشاي مثلا في الفلاحة الشاي التخيلي أنه كله يصنع في رواندا أو ينتج في رواندا ويصدر إلى الصين وبعدها يصدر إلى كل دول العالم الأكاجو أيضا يستخرج من سينيغال أو غيرها من دول إفريقية بعدها يصدر إلى الهند وإلى الفلبين وبعدها يستورد من الدول الإفريقية كمادة نهائية أيضا نشوفه مثلا القهوة القهوة أيضا تصدر كمواد أولية بعدها تستورد كمواد كاملة يعني اليوم لابد علينا أن نعرف أن سلسل الإنتاج لابد أن تكون في إفريقيا لابد علينا أن ندعم الإنتاج داخل العمق الإفريقي أغلب الدول الإفريقية تملك معادن وصروات باطنية كبيرة جدا مثل الذهب واليورانيوم وغيرها اليوم إفريقي يمكن أن تصنع تحول اقتصادي عالمي هذا سنعرفه من خلال المنتديات التي تكون خلال معرض التجارة البينية خلال 2025 من طرف خبراء يعرفوا المجال أيضا يكون هناك معرض الأوتوماتيك يعني كل ما تعلق بالسيارة والصناعة السيارات نعم الأستاذ أمين بوطالبي رئيس المركز العربي الإفريقي للإستمار والتطوير كنت معنا شكرا جزيلا لك على حضورك معنا وشكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات تراجع تسعار النفط في أولى جلسات التدول لهذا الأسبوع متجاهلة الرد الإيراني على الكيان الصهيوني وسط تكاهنات بأن الصراع سيتم احتوائه وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت تسليم جوان في بداية التعاملات بنسبة 0.7% فقط إلى 91.05 دولار للبرميل قبل أن ينخفض إلى بنسبة 0.63% إلى 69.88 دولار للبرميل وعرفت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيد هي الأخرى تراجعا بنسبة 0.70% يبلغ سعر برميل الخام الأمريكي 85.05 دولار للبرميل لم تستبعد وزيرة الخدانة الأمريكية جانيت ييلن أي إجراء لردها على قدرة التصنيع الفائضة في الصين ولكبح ما سمته طوفان السلع الرخيصة الموجهة لبلادها وتعزيز التصنيع المحلي ونقلا عن شبكة CNN انتقدت جانيت ييلن بيكين على ممارساتها الاقتصادية غير العادلة لا سيما ما وصفته بتشويه الأسواق العالمية من خلال دعم الانتاج الزائد في قطاعات حيوية لن أستبعد أي شيء من على الطاولة كرد محتملا لكننا نريد حقا إدارة هذه العلاقة بشكل مسؤول نحن قلقون بشأن احتمال زيادة الصادرات الصينية إلى أسواقنا في المناطق التي لديهم فيها قدر كبير من الطاقة الفائضة كنت واضحة للغاية في مناقشاتي معهم أن هذا الأمر لا يشكل مصدر قلق لنا فحسب بل أيضا لدول أخرى مثل أوروبا واليابان وحتى في الأسواق الناشئة كالهند المكسيك والبرازيل أكد المستشار الألماني أولاف تولز أن العلاقات الاقتصادية بين بيرلين والصين سجلت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة تولز وخلال زيارته إلى بيكين عربى عن استعداد بلاده تعزيز أرباحها والحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل اقتصادات العالم بالتنسيق مع الصين يمكننا أن نرى أن هناك تعاون اقتصاديا وهو أمر مهم بالنسبة لنا أعتقد أن العلاقة بين الصين وألمانيا قوية للغاية على مدى سنوات عديدة وهي علاقة صناعية إن 30% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي يأتي من الصين ألمانيا لديها الكثير من التكنولوجيا لتقديمها إذن هذه هي الطريقة التي ننمي بها اقتصاداتنا والمضي قدما المستشار الألماني أولاف تشولز ضغط على قضية سوق أوروبية مفتوحة وعادلة لسيارات الصينية لكنه حذر من الإغراق والإفراط في الإنتاج كما دعا إلى ضرورة وقف تدعيات التغير المناخي خلال العشرين عاما القادمة الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون واضحا دائما هو أن المنافسة يجب أن تكون عادلة بعبارة أخرى لا يوجد إغراق ولا يوجد إفراط في الإنتاج ولا يتم انتهاك حقوق الطبع والنشر ولهذا السبب كلما كنت في الصين أقول تكافؤ الفرص بالطبع نريد ألا تخذع شركاتنا لأي قيود لن نتمكن من ضمان بقاء العالم مكانا صالحا للعيش فيه إلا إذا نجحنا في العمل في جميع أنحاء العالم لوقف هذا التغير المناخي في غضون عشرين أو ثلاثين عاما إذا فعلنا هذا بالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة ويمكن لألمانيا أن تلعب دورا حاسما في هذا الأمر بإمكانياتها وقدراتها أغلق عشرات الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية مداخل بعض الموانئ حول العالم بمناسبة يوم الحصار الاقتصاد العالمي من أجل فلسطين وخرج الناشطون في وقفات احتجاجية بميناء برشلونة في إقليم كاتالونيا الإسباني لتنديد بالعلاقات الاقتصادية مع الاحتلال الصهيوني كما حاول الناشطون الداعمون للقضية الفلسطينية إغلاق ميناء بيلفاست في أرلندا الشمالية وميناء أثنى في اليونان مطالبين بقطع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال الصهيوني وشددوا على منع استخدام الموانئ في نقل البضائع إليها قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العواد في تصريحات إعلامية إن العراق يمكنه اليوم أن يعتمد على الرويبة الهندية واليوان الصيني والليرة التركية كعملات للتبادل التجاري المتحدث باسم الحكومة العراقية أوضح على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيعة السوداني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أن العراق ينفق أكثر من 75 إلى 80% من أموال الاستيراد والتصدير مع الصين، الهند، تركيا وإيران زيارتنا إلى أمريكا ولقاؤنا مع الرئيس الأمريكي لا تشمل فقط ملف العقوبات الأمريكية على بعض المصارف العراقية بل هي أوسع من ذلك وتشمل السياسة والنقل والمال والمصارف بعض الإجراءات التي طبقتها الخزانة الأمريكية كان من المفروض أن تطبق في العام 2020 في عهد حكومات سابقة الأسس التي تم وفقها بناء القطاع المصرفي العام 2008 نتج عنها طبقة وسيطة هي طبقة الصرافين معظم الديون الخارجية للعراق والتي تصل قيمتها إلى قرابة 9 مليارات دولار هي لسندوق النقد والبنك الدولي قمنا بتفعيل عدد من الحزم لمنع تهريب الدولار إلى إيران كان هناك مطالبات من الخزانة الأمريكية ألا يتم التبادل التجاري بالدولار وبالتالي عملت الحكومة العراقية على أن يتم استخدام عمولات الشركائين التجاريين عوضاً عن الدولار ختام أخبار المال بأمان الله اشتركوا في القناة